السلام عليكم انا رحمد بيت حد جدو واهلا بكم في تاني حلقة من فيلوجيات جدو. والنهاردة هكلمكم في موضوع كان بيدور في ذهني بقاله فترة كبيرة جدا. وهو هل احنا محتاجين ان احنا نجرب الموبايلات عشان نكون عنها رائي او ناخد قرار بالشراء? هل لازم نجرب الموبايلات? مش مجرد ان احنا نبص على معصفاتها او نشوف اراء الناس او نشوف المراجعات عشان ناخد رأينا في منها او ناخد قرار? الحقيقة ان انا قبل ما اقدر ان انا اراجع كمية الموبايلات اللي انا باراجعها حد الوقتي كانت دايما بيتقال لي ما تحكمش على موبايل غير ما تجربه. ما تحكمش على موبايل غير ما تجربه. وبعد سنة تقريبا من مراجعتي للموبايلات. وبعد ما بقدرت ان انا اراجع في السنة دي حوالي ارجعين موبايل او اكتر. قادر ان انا الوقتي اجاوب على السؤال ده. هل محتاجين نجرب الموبايل عشان نحكم عليه? وهل رأيي كان بيختلف بعد تجربة الموبايل عن قبل تجربة الموبايل والحلقة دي من فلوجات جده بتيجي برعاية البرنامج اللي بيتيح ليك تغيير صياغ الفيديوهات لاي صياغة انت عاوزها كمان تقدر تغيرها لموسيقى او لصوت بس زي ما انت عاوز وهو مش مجرد بس اداة لتحويل صياغ الفيديوهات او صوى المرافات لكن البرنامج ده فعلا طول او اداة فيها حاجات كتير او كويسة زي مسلا انه فيه اداة بتتيح ليك ان انت تنزل الفيديوهات من عاوز نت وتقريبا بتنزل من اكتر من عشر تلاف موقع يوتيوب فيسبوك وحاجات تانية كتير وبتنزلها بالجوادات والصياغة اللي انت محتاجها البرنامج كمان بيتيح ان انت تنقل الملفات اللي انت نزلتها دي او ملفات اللي انت حولتها على طول على موبايلك بيستخدام اداة جوا البرنامج سواء الموبايل ده كان ايفون او اندرويد البرنامج كمان فيه سكين ريكورد فتقدر تسجل الشاشة عشان تعمل شرحة مسلا تنزلوه على القناة او تبعدوه لأي حد تقدر كمان في البرنامج ده ان انت تحول اي فيديو عادي لفيديو يشتغل على نظارات الواقع الافترادي كل ده في برنامج واحد بس موجود على ويندوز وموجود على ماك تفاصيل اكتر عن البرنامج ورابط تنزيل او شراء البرنامج هات لها تحت ويلا بينا نبدأ خلينا نمشي في شكل نقاط خلينا في الاول نتكلم عن ليه مش محتاجين نجرب الموبايلات عشان نحكم عليها واول حاجة لانه ببساطة وما بقياش فيه ابتكار لما نجيب تبص على الفين المتوسطة هنلاقي ان شركات كلها تقريبا بتكرر تستخدام نفسه المعالج في كزا موبايل عندك مسلا شركة زي سامسونج زي واوي زي شاومي زي انفينيكس كل واحدة فيهم عادوا يستخدموا معالج معين لمدة سنة او اتنين فانت مش محتاج لان انت تقرب كل موبايل عشو تعرف اداءه انت خلاص شفت اول مرة الاداء عمل ازاي? هتعرف اداء كل موبايل بعد كده عمل ازاي? مش هيبة في اختلافات جزرية ما بين موبايل والتاني. برضو انت شفت مسلا من الشركة دي قدمت مسلا ستناب درجون ستو مية خمسة وعشرين مع اربعة تلات مليا امبير بطارية لما شركة تانية تقدم لك نفس الحاجة وما فعلا بيقدموا نفس الحاجة ما هيبقى يسهل عليك تتوقع البطارية ده هيبقى عمل ازاي? وزاي ما قلت مش بس الشركات بتكرر يعني مش نفس الشركة بتكرر الموبايل. كمان الشركات نفسها بقت موبايلاتها قريبة من بعضها السبب التاني اللي يخليك مش لازم تجرب الموبايل هي وجود المراجعات ووجود النت اللي عليه اراء الناس عن الموبايل. ببساطة انت ممكن تفتح اليوتيوب هتشوف الاف المراجعات للموبايلات. هتشوف عشرات الاراء للناس عن الموبايلات في وعلى المواقع. فكل المعلومات دي انت قدreck تعالجها في مخك وتكون قرارك عن الموبايل او تكون رأيك عام الموبايل. مش محتاج ان انت لازم تجرب كل موبايل. ولو كان لازم تجرب كل موبايل كان ايه لازمة tell me كلها? ايه لازمة نحن نعمل مراجعات وننقلك تجربتك? طبيعيا ان محدش هيقدر يجرب كل فطبيعيا ان هو يشوف الرأي ده ويشوف الرأي ده ويكون رأي وبناء على كده. فلو فعلا لازم نجرب عشان تكون رأينا ما كانش مارجعات دي بقى لها لازمة. طيب هل ده يعني ان التجربة ملاش لازمة? الحقيقة انه لا التجربة ليها لازمة مهمة جدا. والحقيقة ان تجربة الموبايلات دي كلها غيرت فيها حاجات كتير يمكن اتكلم فيها في حلقات تانية. تقدرش تتوقع الموبايل هيزهر في ايب مثلا ان الصوت وحش او مايك واحش او الصماعة المكترمات مش كويسة او ان الشاشة مثلا فيها عيب او اي حاجة فيها عيب في الموبايل. بالتالي التجربة مفيدة في الحلات دي. امكان المراجعات اصلا مهمتها انها اتجرب الموبايل عشان تط華 على العيوب دي مش عشان تقولها اللي بممايزات. المراجعات مهمتها انها تطل ري aha. فالتجربة فعلا مهمة في النواست دي. التجربة كمان غيرت قناعتي عن حالت كتير قوي. التجربة خلتني اكثر مرونة. اتقبل راءي الناس بشكل الاكتر. خلتني ان انا لما حد يقول لي ان عجبني الموبايل ده. زمان كنت بقى بنكر عليه قوي انت يا ابني الموبايل ده وحش في موبايلات عسل منه. دلوقتي ما بيتش انكر قوي بقيت اقول له ممكن تبقى شايف حاجة ثانية. لان الموبايلات زي ما قلت مش بس ارقام الموبايلات كمان التجربة. وكمان القيمة مش كلها في المواصفات. في قيمة في ان الشخص يبقى مرتاح نفسيا مع الموبايل ومش مهم المواصفات. فدي برضو التجربة الكتيرة هي اللي خلتني هي بقيت مقتنع بالفكرة دي. التجربة كمان بتخليك تعرف في الشركات مش يا ازاي? فمثلا لما اتجرب موبايل من سامسونج انت بتعرف بتاع سامسونج شكلها عامل ازاي? تجربة سامسونج Rugby الشكلها عامل ازاي? اه مميزات سامسونج عامل ازاي? اول ما اتجرب موبايل كويس من سامسونج مسلا هطالد انت تطهقها تجربة سامسونج بعد كده هتبقى عاءال ازاي? لان التجربة عموما بعد كده بتبقى متشابهة يعني انا جربت مرة شاومي عارف شاومي واجهتها عاملة ازاي جربت مرة اه سامسونج عارف سامسونج ماشي ازاي والتجربة سامسونج حلوة لا لا جربت مرة واوي عارف ناس القصة ده لحد طبعا ما هي يعملوا تحديث او تغيير للواجهة بتاعتهم. ساعات ما بيبقاش فيه اسباب منطقية او اسباب تخليك تشتري الموبايل ده او تخليك تكون من رأيي كويس عنه. انا مسلا عجبت جدا بموبايل اسمه والحقيقة انه كمواصفات انا مقدرش اقول ان الموبايل ده احسن من اي موبايل موجود في فئة السعرية. لأ موبايل مفيش سبب منطقي خليك تقول الموبايل ده كويس. لكن انا كنت مرتاح نفسيا جدا وكنت سهيد جدا والدرجة ان الموبايل ده كنت بقول عليه ان هو احسن موبايل او احسن تجربة انا جربتها في الفين وتمانتاشر. ودي حاجة غريبة جدا جدا. ان الموبايل ده يبقى كده. زي ما قلتلكم منطقيا مفيش اي حاجة انا مقدرش اقول لك الموبايل ده احسن في اي حاجة. لكن انا كنت مرتاح نفسيا معها جدا. فلاقيت ان التجربة ساعات بتخليك ان انت ترتاح مع موبايل. مش مهم ان الموبايل ده يكون احسن موبايل في الفئة السعرية. لكن انا كنت مرتاح معاه وهو كويس. فدي مش هتوصل له غير بتجربة الموبايل ده. فالتجربة مهمة في النقطة دي. الحقيقة بعد تفكير عميق انت هتلاحظ لانا قلت لك نقاط قوية قوي في اللي التجربة مهمة ونقاط قوية برضو في اللي التجربة مش مهمة. لان بعد تفكير عميق هتلاقي ان التجربة فعلا مهمة ان انت تبص على كل حاجة وتجرب كل حاجة عشان تاخد رأيك بنفسك. لكن في نفس الوقت مش كل حاجة تجربة. فانا قادر اكون رأيي من بعيد. انا كواحد متابع تقنية كويس جدا. متابع كل حاجة. فاهم في كل حاجة. هادر اقول لك ببساطة لما يجي لي موبايل مسلا اه مواصفاته كزا بسعر كزا. هادر اقول لك رأيي مبداي كده الموبايل ده مش حلو في الفئة السعرية دي. انه مواصفاته مش كويسة في الفئة السعرية دي. وانت كدير لك تقدر من خلال متابعتك تقول نفس الكلام. هادر من خلال لانا اشوف اراء الناس اشوف مراجعات اشوف حاجات كتير لانا اكون رأيي عن الموبايل. فمش لازم لانا بس اجرب الموبايل عشان اكون رأيي. تجربة مهمة لكن في نفس الوقت ما ينفعش نقول ان احنا ما ينفعش ناخد رأيي او ناخد قرار من غير ما نجرب لان ببساطة المراجعات اساسا اساسها ان الناس ما بتجربش فبتسمع مننا او بتسمع من المراجعين عشان يديرهم تجربتهم عشان ياخدوا رأيهم ويتكونوا رأيهم على الموبايل. فلما ينفعش نقول رأينا في موبايل وهو مش معنا او ما اجرب نهوش كانت المراجعات مش يتبقى ليها لازمة. لكن في الناس الوقت زي ما قدتلكم التجربة هتغير حاجات كتير فيكم. وبس كده دي كانت تاني حلقة من بلوجات جده اللي بقول فيها افكاري بشكل يمكن. هو مش منظم شوية لكن ده حبيت اش هجربكم الفكرة دي. قلونا داعت في الكومنتات عاودين نتكلم عن مواضيع ايه في السلسلة دي? اي فكرة اي حاجة نعلق عليها ممكن نتكلم فيها في السلسلة دي. انا موجود على الفيسبوك وعلى انستجرام وسلام.